نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي صورة جديدة إلى صفحتها الخاصة وبينت فيها مع خطيبة مجد دعبول خلال تواجدهم بأحد الأماكن والتأت نادين الراسي صدفي بوزير الطاقة اللبنانية وليد فياد ونشرت الصورة اللي بتجمعها فيه مع عبارة وهيكل تأينب معالي ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقرار اعتزالة الممثل المصري تفيق عبد الحميد وبررته في عبد الحميد لكل اللي فكر أن الممثل المصري ريهام حجاج إلى علاقة باعتزاله وقال أراري سببه وحالة الصحية وما حدا له علاقة بقرار اعتزاله بتمنى احترام رغبتي وعدم الكلام وعن علاقته بالممثل المصري ريهام حجاج قال علاقتي بريهام طيب كتير وهي فعلا مثل بنتي كشفت مصادر إعلامية أنه كوليس مسلسل جوئة عزيزة شهدت خليفات حامي بين الفنان السوري نسرين طافش والممثل السوري هيبانور ووضحت المعلومات أنه التوتر بين نسرين طافش وهيبانور بلش بمحاولة واحدة منهم تسيطر على التانية بالأخص أنه التشابه بدورهم بالمسلسل موجود من ناحية الجمال الأنسوي والرأس وشكل الخليف بين الشخصيتين بالمسلسل تحول لحقيقة وبوقت تاني أشارت المصادر نفسها أنه ما في صورة واحدة بتجمعهم وأكدت أنه الخليفة انعكس عوجوها عديدة منها حوارات المشاهد والملابس والمكياج وحتى بدلات الرأس فاجأت الممثل اللبناني فاليري أبو شقرة المتابعين بنشر صورة جديدة إلها صفحتها الخاصة بيّنت فيها مع زوجها وهن حاملين ولادهم التوأم وبهيك بتكون كشفت لأول مرة عن ملامح وجون وعلقت فاليري على الصورة وقالت مبارك الآتي بإسم الرب أحد شعانين مبارك شكل مشهد الممثل ليلى عبدالله جدل كبير بين المتابعين من مسلسل من شارع الهرم إلى بالأخص هي عم تتخلى عن تيابها كرمالة زين وزنة فهي بتعاني من البوليميا حتى إنه منصة شاهد قررت تحزو في المشهد مع العلم إنه جسمها ما بيبين بالفيديو بس إجرائها وردت ليلى عبدالله وقالت عجدل اللي صار أحسن شي سوي الفنان إذا صار إسمه تريند إنه يبعد شوي ويشوف الأمور من بعيد ويتعلم من كل مدح وانتقاد ويسامح كل تجريح كشفت الرئيسة والممثل المصري في في عبده بتصريحات خاصة لموقع الفن إنه بتميل لنوعية الدراما الشعبية اللي بتخليها قريبة من الجمهور وعللت السبب إنه بتكون ع طبيعتها ومتمكنة من أدواتها وقالت إنه مشاركتها السينما مع الممثل المصري شيرين رضا من خلال مسلسل شغل في العالي أضاف لإلى الكتير لأنها بتحبها على المصطوى الشخصي وعندها روح مرحى وشددت إنه مكنة المرة الأولى اللي بتقدم فيها أدوار البطولة مع ممثلين تانين وإنها بتحب السينئيات بالدراما وختمت إنه هالأمر بخلي المسلسل نجاح ومضمون كان معكم بموجز الفن علي صولي لتعرفوا كيفية الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن دوت كوم واشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد